محمد وغير وعندنا أسماء كتيرة جدا جدا شرفونا يعني في الكرة الأوروبية مدرب حراس مرمى الأهلي كابتن طريق سليمانال هب بيك يا كابتن أهلا بيك كل سنة وحضرتك طيب وحضرتك طيب ازاي حضرتك عامل ايه كل سنة وانت طيب يا طريق عيد سعيد عليكم على الأسرة كل سنة طيب يا كابتن هاني وعيد علينا كلنا ومبروك طبعا نفتاح القناة وحاجة تشرف صراحة يعني وحضرتك يعني إضافة كبيرة وحضرتك الأستاذ سواء إضافة كبيرة للقناة وتوفيق إن شاء الله يا كابتن شكرا حبيبي ربنا خليك يا كابتن طاري قلنا يعني برضو عايزين ناخد حد يقول لنا جماعة كواليس اللي كان بيحصل زي في العيد يعني انت مريت برضو طاري عندك خبرات كبيرة جدا ومريت على بطولات من النادي الأهلي ومعسكرات كتيرة جدا جدا كنت بتقضي والناس عايزة تعرف لما يكون في عيد اللعيبة بتقضي المعسكر ازاي التقوز بتعملوها ازاي بيكون فيه برنامج خاص للعيبة ولا لا يعني برضو حكينا أجواء وكواليس معسكرات النادي الأهلي في أيام العيد بصفة عامية والله يا كابتن هاني يعني بيزبط أكثر من 90% يعني معظم وقتنا كان بيبقى دايما إحنا موجودين في المعسكرات سواء مع النادي الأهلي أو مع المتخب كنا دايما بنبقى بنعسكر ودايما يا كابتن هاني يعني دايما كرة بتحقق بطولة كتير أول نبقى فيه معسكرات عشان عيد وعشان دايما زروف العيد طبعا مكون نعم نتحمل الكلام ده كله يعني يعني بيمرنا عننا طبعا يعني العيد ده احنا في المعسكر بيبقى الأمانة دايما دايما في العيد دايما في قفر الشيخ مع أهله ودايما في العيد الكبير بيزبط كمان يعني بروح وسط أخواتي ووالدي ووالدته والله رحمه وبنيت بقى حاول نعمل يعني جو العيد بقى مختلف منعسكر طبعا عشان ظروف ان احنا دايما بقى وات كتير وانا بقى برة مصر كمان يعني فكر ان فترات كتير كنا بقى برة مصر في العيد سواء بقى وات في اليابان كنا موجودين في اليابان فالمعسكر بيعدي عالي بقى تعارف بقى دائما مجددين طبعا عندنا مطشط مهمة وعندنا بطولة سواء في بطولة إفريقية أو تبقى في كاس العالم الأسفلية فكان دائما طبعا العيد يعدي علينا مما يشحسين به يعني انك انت في معسكر وعندك نظام يعني بيمشي اليوم أكنك انت مش منتش في عيد يعني بيمشي اليوم يوم عادي روتيني عادي جدا أكنك في معسكر يعني بس أنا فاكر كويس قوي ان احنا كنا بنصلي مع بعض بقى كمان العيد يعني كنا بنجمع طبعا وكان في حد من الناس اللي يقومون كتين بنقزن وبنعمل صلاة عيد وبنصحة بادري برضو عشان نصلي العيد وبعدين بنصلي طبعا السجر الأول وبعدين نصلي العيد واليوم بيمشي عادي بقى جدا جدا يعني بنمشي وأنا كنت فاكر كمان يطرق في بعض المواقف ان حتى لما بيكون في جامع قريب وانا كنت بسحاو برضو بجمع معهم نحن يعني يروحوا الجامعة القريب ولو ما فيش جامعة قريب بناخد صالة كبيرة جدا جدا ويبقى فيه إمام وبيقول خطبة وبيبقى مظاهر جهيلة جدا اه فعلا بتعيشوا الأجواء يعني بتحاولوا تعيشوها مع بعض اه طبعا يا اما زي ما كمانا قالت كده ان احنا لو بنسأل الأول لو في مسجد قريب في الصندوق بنروح المسجد ده بنروح بالإكتوبيس مع بعض وبنهتم جدا لو ما فيش مسجد قريب وبنسجد ببعيد قوي هنضيع وقت طويق بنعمل خطبة بقى بيبقى فيه حد مننا كده بيبقى عنده برضو يعني في المكان اه في المكان في الكنزو بيوفرون يعني صالة كبيرة كده او مكان كبير او مثلا مكان ما بناكل مكان ما بناكل بيشيلوا الترابيزات وبيشيلوا الكراسي والمكان بيبقى فاضي وبيوفرهم الأمانة بتعنادي كتير بقى عملنا الكلام ده يا جماعة احنا بنحتفل معكم بس احنا بنحتفل طبعا مع حضراتكم انتو شايفين طبعا احنا يعني حاولنا ان احنا يعني نغير كده في الأجواء شوية ونجيب يعني بالونات عشان نعيد بقى او كل سنواتوا طيبين فأي حاجة طبعا هتسمعوا صوتها ده خارج عن إرادتنا عشان بس محدش استغربت ان لا كابتن هاني استغرب ان في حاجة يعني لا ده طبيعي جدا طيب كابتن طارق ايه رأيك دلوقتي في مستوى محمد الشناوي الفترة الأخيرة محمد الشناوي بيظهر بشكل جيد جدا جدا على المستوى المحلي وعلى المستوى الدولي شايف حراسة مرمى في النادي الأهلي ماشي ازاي بصك التنهادي ما في الشكل طبعا يعني الحمد لله رب العالمين دايما انا بأكد على الكلام ده دايما حراسة مرمى النادي الأهلي هي دايما نسبة اكتر من تسعين او تسعين في المية هو بيبقى حراس مرمى منتخب مصر وده شوفناه كثير قوي يعني على مدار حضرك طبعا عمريكي شوفت عصيرت الكلام ده كثير مع أيام لما كان بيلعب طبعا الفترة الوحيدة اللي كان يعني حصل فيها ان كان نادر السيد هو اللي كان من زمالك حدث مرمى منتخب مصر نما طبعا بقى في الكابتن ثابت الكابتن اكرامي كابتن شوبير الحضري ودلوقتي وفترة كبيرة جدا نشيرت اكرامي والفترة دي شناوي فعايز يقول لي في شناوي اه من ثلاث سنيني نادي اول سنة جن فان نادي كان نسبة لعب وليلة جدا في السنة الاولى السنة التانية لعب فترة كده وبعد رجاء قاعد تاني ولما لعب بقى تاني الموشم لنهاء راح لعب فيه كاس عالي الموشم ده لعب فيه حوالي 31 مباراة في النادي الاهلي خدنا فيه الدوري وعملنا وخدنا فيه كاس سوبر من المصري في الامارات والولد عمل موشم موشم كويس جدا 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 وختمه بكاس العالم طبعا عضبات ساكرة طبعا عمل عمل المباراة الاولى وكل يعني كل التلات مباراة اديها بشكل اكتر من رائع هو طبعا لعب مبارتين والحاضر لعب مباراة صحيح انما هو الولد الامانة من الموشم ده هو عمل موشم كويس او مع النادي الاهلي وختمها بكاس العالم واستمر بقى بقى واضح ان دلوقتي خلاص بقى فيه رقم واحد في مصر دلوقتي ومحمد الشبناوي بدأ الموشم ده كمان بشكل كويس او مع النادي الاهلي وختم بقى لك ابتدهني ان كان النادي الاهلي فريق بالناط كتير على الاعرب من المنفسين وهو كان له بصمة كبيرة جدا 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 في الفوجة الاهلي في المشات كتير صحيح بتخلص واحد صفر بتخلص اوؤقت كمان اربعة صفر واوؤقت خمسة صفر والنتيجة واحد صفر او النتيجة لسه صفر صفر كان بيبقى له تدخل وتدخل مهم جدا تدخل توقيت مهم جدا في المعظم المباراية لو عادنا ان الابتكر كام مع بعض ان الابتكر مباراة الاسماعيلي هنابتكر والدي دجلة هنابتكر مباراة كتير اوكي ان الشناول هو تدخل مهم جدا في معظم المباراية يعني عايز اقول ان الشناول الامانة بتبرم بشاكس كويس اوي مركز عنده طموح ان يفضل بكمل كده حارس مربا مصر الاول سواء في النادي الاهلي او في المنتخب مصر مش فترة قليلة يعني عايز يكمل زي ما ما فيه ناس قعدل اقرب من عشر سيديين موجودة اساسية في المنتخب مصر فالشناول عايز يعمل ده وهو عند الاراضة ان يعمل الكلام ده وعنده الموهبة وانا شايف ان الولد الامانة مركز مع النادي الاهلي وكمان النادي الاهلي الفترة الاخيرة كتنهاني عمل حاجة كويسة اوي انه مد عقده طبعا دي نقطة مهمة جدا جدا تحسب النادي الاهلي بتديله استقرار يا كابتن طاري خلاص مستقر وعارف ان مكمل في النادي الاهلي ومستقبله وبيته في النادي الاهلي بتديله نوع من اصمع الاستقرار صحيح 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 إذا أشيرين سنة لا والنادي الأهلي طبعا ما بيقفش قدام ولاده خالص طبعا ما في عاد يليقي بإسم النادي الأهلي والعكس النادي الأهلي حابب كل ولاده يلعبوا على مستوى الأوروبي على مستوى العالمي يعني ده لا شك فيه بقى الولد خلاص في حوالي خمس سنين جايين عنده طموح أنه مصر تلعب توصى كالعالة لعام سؤالة الفترة جاي عنده طموح أن البطولة دي الحضارات الموجودة في النادي الأهلي وأэтمنى التوفيق كمان للناس الموجودة سواء على اللدوظري أحمد طريفا علينا حراس مرمة 来م جدا في النادي الأهلي وأتمنى بالتوفيق مع المدارب الأجنب اللي موجود على كأبيت إلى مكان لا خوف على حراسي المرمة في النادي الآلي كان معنا كابتن طارق سليمان المدرب حراس النادي الآلي السابق والقيمة الكبيرة في الكرة المصرية